اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واشهد ان محمد عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ما بعد اصدق الحديث كتاب الله تبارك تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الحب الكرام في هذه الحلقة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها ونجعلها خالصة لوجه الكريم إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعاء لا يزال أيها الحب الكرام الحديث موصولا حول الأسباب التي تدخل الناس الجنة التي عدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الموحدين وقد تطرغنا بحمد الله تبارك وتعالى في الحلقات الماضية إلى كثير من هذه الأسباب وهذه الأعمال بلغت إلى الآن 96 سبب ونحن بإذن الله تبارك وتعالى ماضون حتى نكمل الرغم الذي ذكرناه في بداية أول حلقة وهي أكثر من 400 سبب لدخول الجنة وهذا ليس حصرا وربما بعض العلماء ألفوا في ذلك وأصل الرغم أكثر من 1000 تقريبا لكن اقتصرنا على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد من الأسباب التي تدخل المرء الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى من التزم بالدعاء وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار وجعل ربنا تبارك وتعالى لقائله إذا قاله بإيمان ويقين ومات في ليله أو في نهاره أدخله الله سبحانه وتعالى الجنة لهذا قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال صلى الله عليه وسلم من قالها في ليله فمات في ليلته دخل الجنة ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة يا لهم من دعاء عظيم وهذا ينبخي لنا جميعا رجالا ونساء أن نحفظ هذا الدعاء وأن نقوله في الصباح وأن نقوله في المساء ومعاني هذا الدعاء جميلة جدا ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيد الاستغفار واعتراف العبد بأن الله تبارته هو الذي خلقه اعتراف العبد بأن له ذنوب وأن هذه الذنوب لا يغفرها إلا الله سبحانه وتعالى واعتراف العبد بأن الله سبحانه غفار الذنوب هذا من أعظم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الباب أيضا من هذه الأسباب سقي البهام وإذا يعني الأخوة والأخوات يرجعون إلى الوراء قليلا ذكرنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تلك البغي التي سقط كلبنا جلكم الله فأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة الآن هذا حديث لكن عن رجل وليس امرأة لهذا قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل في طريق أصابه عطش فجاء بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش منظر يعني عجيب وغريب رجل تائه في هذه الصحراء أصابه الضمأ وأصابه العطش ونزل وارتوى من هذا البير عندما صاعد بعد هذا العناء الشديد وجد كلبا جلكم الله يلهث من شدة العطش بل ويأكل الثرى يأكل التراب فنزل مرة أخرى وملأ خفه من هذا الماء ثم صعد مرة ثانية وأسقى هذا الكلب فشكر الله سبحانه وتعالى له وأدخله الجنة هذا الحديث أخرجه الإيمان البخير رحمه الله تبارك تعالى فانظر كيف هذا الرجل مع عنائه وتعبه والكرب الذي هو فيه مع ذلك لم ينسى هذه البهيمة نحن الآن في رغض من العيش وفي نعيم الله تبارك تعالى به عليم ومع ذلك نرى البهائم أجلكم الله لا نحسن إليهم بل كثيرا من الناس إلا من رحمه الله سبحانه من يسيء حتى إلى البهائم من يعاقب حتى البهائم من يتفنن في تعذيب هذه البهائم فإذا الجزاء من جنس العمل قد تدخل الجنة ببهيمة أحسنت إليها والعياذ بالله قد تدخل أيضا النار ببهيمة أسأت إليها وسوف يأتي معنا إن شاء الله حديث الهر والتي حبستها تلك المرة أيضا من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة بإذن الله تبارك تعالى العمرة في رمضان رمضان شهر عظيم كما قال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان وإحتسام وغفر له ما تقدم من ذنبه هذا الشهر من أدركه أدرك الخير كله الخير كله بشرطه أن يكون عنده شيء من الإيمان وأن يكون مخلص كما قال عيسى صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتساما غفر الله ما تقدم من ذنبه من الأجور العظيمة التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها في ليالي ونهار رمضان أن يذهب إلى بيت الله الحرام إذا ذهب وأدى العمرة حصل على أجر عظيم وهي حجة كأنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعد لحجة أو حجة معي وهذا الحديث الصحيح أخرجه المسلم والبخائر رحمهم الله أيضا من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة أن إذا سمع الأذان يردد معه كلما سمعت الأذان عليك أن توطي أي صوت في مسجل في كمبيوتر تنقطع الحديث لأن هذا الأذان إذا أجبته وردت معه بإذن الله وأنت صادق في هذا الباب سبب لدخول الجنة الدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله يقينا من قلبه دخل الجنة يقينا من قلبه دخل الجنة لهذا نحن وأنتم أيضا كم وكم مر علينا أذان كم سمعت أذان في الإذاعة أو في التلفاز أو في الكمبيوتر أو أنت في الطرقات هل رددت مع هذا الأذان الجواب أنا أقول الكثرة الكاثرة من الناس لا يلتفتون لهذا خصوصا في زماننا هذا لماذا؟ لأن هناك أصوات علت وغطت على هذا الأذان وأشغلت القلوب وأشغلت أيضا العقول والأبصار والآذان فبالتالي الذي يستمع إلى الأغاني وإلى الموسيقى كيف يعني يغفل هذا الروح الشيطاني ويستمع إلى هذا الأذان الرحماني إلا من رحم الله سبحانتها فلهذا نحرص على هذا الأجر العظيم لأنه سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى أقول إذا عرفنا ذلك وفقنا حقيقة لكل خير ورشاد واستغل الإنسان كل لحظة تمر عليه من لحظات حياته نحن تمر علينا لحظات كثيرة جدا لكن مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس لا يلتفت لهذه اللحظات ولا يلتفت لهذه الدقائق والساعات أيضا من الأسباب من صلى الفجر والعصر دخل الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة وهذا الحديث خرجه الإمام المخير رحمه الله تبارك تعالى السؤال الذي يطرح نفسها هل أنت تصلي صلاة الفجر وتصلي صلاة العصر مواظبا عليها في المساجد وإن لا قدر الله يعني أصابك شيء من التعب كالمرض أو نحو ذلك أو السفر أو الإنشغال أحيانا أو النسيان صليتها في وقتها الجواب ليس عندي وإنما عندك أنت فإذا كنت من أهل الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر ومحافظ عليها جدا فأنت بإذن الله تبارك تعالى سلكت طريقا من طرق التي توصلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض لكن إذا كنت من الناس الذين لا يصلون الفجر والعياذ بالله أو بعض الناس الذين أجمعون الصلوات أو ذاك الإنسان الذي وقع في طامة عظمى وهو تركه للصلاة جملة وتفصيلا كيف يسلك الطريق الذي هو نجات له في الآخرة أيضا من أسباب دخول الجنة أن الصلاة حق على الإنسان بل هذا الحق واجب إذا ما علمت هذا الأمر وعملت به وسعيت إليه وسعيت إلى تحقيقه دخلت الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى لهذا قال صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة أن تعلم وأن تؤمن بأن هذه الصلوات فرضت فوق سبع سماوات ولما أراد الله أن يفرض الصلاة على العباد أرسل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم صعد البراق بعدما ذهب إلى المسجد الأخصى ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى حتى تعرف أن هذه الصلاة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى وليس كما يظن كثيرا من الناس أن الصلاة ليس لها ميزان وإنما يصلي متى ما شاء ويترك الصلاة متى ما شاء والعياذ بالله أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة أن يصلي الإنسان إثنى عشر ركعة من غير الفريضة وأن يحافظ عليها بإذن الله سبحانتها قال صلى الله عليه وسلم من ثابر على إثنى عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة حافظ على صلوات النوافل أنت محافظة الآن بحمد الله على الصلوات الخمس عليك أن تكثر من صلاة النافلة لأن هذه الصلاة هي جبر للفرائض في الآخرة فالآن نخرج وإياكم فاصل قصير ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله هذه الأسباب المباركة والطيبة لعلى الله سبحانه وتخلنا وإياكم الجنة فبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر